بدلاً من إنقاذ المواطنين في الحديدة زادت من معاناتهم بهذه الكلمات حمل رئيس الفريق الحكومي في لجنة مراقبة إعادة الانتشار في الحديدة اللواء محمد عيضة اللجنة ما آلت إليه الأوضاع في الحديدة رئيس الفريق الحكومي قال إنه بعد أكثر من عام من اتفاق الحديدة وبدء عمل لجنة إعادة الانتشار لم تتمكن من فتح المعابر أو حتى وقف عمليات زراعة الألغام التي تزيد كل يوم مؤكداً أن وجودها في المحافظة ساعد ميليشيا الحوثي على فرض مزيد من الحصار على أبناء الحديدة وجود اللجنة فقط ساعد الميليشيات الحوثية على فرض مزيد من الحصار على أبناء الحديدة وإغلاق المعابر وزيادة الزراعة الألغام يرى مراقبون أن تواجد اللجنة في مناطق سيطرة الميليشيا عامل على عرقالة مهامها الأمر الذي دفع الفريق الحكومي للمطالبة بنقل مقر عمل البعثة الأممية إلى منطقة محايدة ابتعاد اللجنة عن تنفيذ مقرارات ستوكهولم دعا الفريق الحكومي أيضاً إلى المطالبة بتصحيح عمل اللجنة وإزالة استحداثات ميليشيا الحوثي في المدينة وسبق أن هددت الحكومة بتعليق العمل باتفاق ستوكهولم واعتبرت أنه لا جدوى من بقائه في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات فشل الأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق الحديدة بعد مضي أكثر من عام على توقيعه يضع تساؤلات عن مدى قدرتها على إيجاد حل شامل للأزمة في اليمن